معنا الأخ سلمان من السعودية تفضلوا أخ سلمان الله يسلم عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أتمنى أن يتسع صدرك الرحب إن شاء الله تفضلوا أولا أنتم لا تعطوننا فرصة في مسألة الحوار أو إكمال حتى السؤال لا أدري هل هناك تخوف منكم على أن أبدا تفضل أتمنى أن أحفظكم فرصة حتى يتفسل حتى يقول ما عنده لأننا نستمع إلى قناة صفاء فأراهم يعطون للمتصلين لا بد من وجود منهجية أخي الكريم ضمن موضوع البحث نعم ولكن إذا كان السؤال يخرج والحديث يخرج نعم الإنسان يتكلم يتصل ويتعب نفسه وكذا لا تعطونه فرصة فعندة نقاط أريد أن أعرضها على فضيلة الشيخ الله يحفظ الجميع ويوفق الجميع لما أحب يرضى طيب أولا ليس عند أهل السنة والجماعة أحد المأصوم أبدا بل كل يأخذ من كلامه ويرد عليه طيب إلا صاحب ذلك القبر كما قال إما مالك إلا محمد صلى الله عليه وسلم طيب فاظنة تيمية آآ عالم من علماء المسلمين نعم فإن أخطأ في مسألة فهذا من طبيعة البشر طيب ولكن أبدأ أن تبين يعني إذا فرضنا أنه أخطأ نعم فإذا أخطأ فإن ذلك من طبيعة البشر الشيخ كمال الحيدي الآن لا أعتقد بأنه يستطيع أن يلزه نفسه أمام الناس بأنه لا يخطئ لا يمكن لا يوجد بشر طيب بدون خطأ طيب وآآ هذا هو من أبدا أنه لا يوجد أحد المأصوم أبدا طيب ثم مسألة الأسماء والصفات حفظكم الله الذي ورد على السلف رضو الله تعالى عليهم أنهم أمضوها كما جاءت والذين عرفوا نحن بن تيمية أنه أمروا الصفات كما جاءت ولم يقض فيها أبدا ولم يقض فيها أبدا انتصر كثيرا للتجسيم انتصر كثيرا وقال فأقول وأرد ألان لم تستمع خير الكريم لما تفضل به السيد قبل قليل حفظكم الله دكتور بس أكمل المداخلة طيب طيب المسألة الثالثة أن ابن تيمية حتى وين أخطأ في شيء في مسألة معينة مثلا نعم فهل يسوغ للشيخ كمال الحيدري أو غيره أن يسقط كل علمه الآن الشيخ كمال الحيدري قد يخطأ في مسألة ذقهية أو شيء هل يسوغ العاقل أو هل المنهج العلبي أن يسقط كل علم الشيخ كمال الحيدري في منه أخطأ في مسألة يعني الشيخ الأسدي أولا مسألة استمع له وتداخلت معه كان لطيف جدا وكان يلوم علماء الشيعة في مسألة اللطم لتطبير عفوا ويقول أن التطبير هذه تشوه الصحة فهل كل من قال من علماء الشيعة بالتطبير هل نسقط علمه كله ونسقطه كأنه لا شيء المسألة سؤال جيد طيب شكرا لكم إذن نكتفي بهذا منكم وإن شاء الله فكرتكم وصلت بدون مقاطعة مع أنها خارج نعم أحسن أنا أجيب الأخ العزيز اللي يتصل من إن شاء الله نعم من لسبة للأخ الكريم نعم سلمان نعم يقول لا يوجد معصوم وكل شخص يوأخذ منه ويرد الجواب الجواب أخي العزيز هذا السؤال الجواب الأخير هذا اعتقادكم نحن ليس من اعتقادنا هذا نحن نعتقد بأن هناك يوجد معصوم بعد رسول الله وهم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه نقطة منهجية نعم لأنهم بمدينة علم رسول الله أحسنتم هذا كبحث آخر الآن ما ندخل وبإمكان الأخ العزيز أن يراجع إلى أبحاثنا في الأطروح المهدوية لدى نبحثه السؤال الثاني يقول إذن إذا أخطأ ابن تيمية في مسألة فلماذا يسقط في كل بحثه وفي كل علمه وهذا هو سؤال أساسي وأنا أتصور أن الأخ العزيز لو كان ملتفت لبحثي من أول الأمر أن الشيخ ابن تيمية عندما يصرح في كتابه الفتوى الحموية الكبرى التفت إلى عبارته يقول فإن معرفة هذا يعني توحيد الأسماء والصفات أصل الدين لو أن الشيخ ابن تيمية كان يخطئ في مسألة فقهية فرعية جانبية تأريخية تفسيرية وقعا هذا ليس دليلا لا يؤخذ كثيرا وكما قلت أخي العزيز أنه أنا لو أخطأت في مسألة فرعية لا معنى لإسقاط لأنه لست معصوما هذا أسلم معك ولكن أخي العزيز هو يخطئ في ماذا في أصل الدين يخطئ في أصل الدين يخطئ في أصل التوحيد أصل الهداية إذا كان الأمر كذلك إذا سقط أصل الدين عند ذلك لا يبقى سقط الدين لا يمكن أن نقايس بين هذه المسألة وبين تلك المسألة هاي اثنين وثالثا جيدا أنتم أخرجوا للناس وقولوا قولوا نحن نوافق الشيخ ابن تيمية في هذه المسائل ونختلف معه في عقيدة التوحيد لا أن يكون شيخ الإسلام بكل شيء لماذا تحاولون أن تسوقون الشيخ ابن تيمية على أنه هو الممثل لأهل السنة في كل العالم وهو مقياس الحب والبغض والإيمان والكفرة نحن حديثنا معكم في هذه النقطة التي وقفنا عندها أحسن